بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبات السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المعلوميات سعيد أنا تواجد معكم في حلقة جديدة أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول تجربة لنا في مشاهدة قناة مستر نورو المعلوميات لا تنسى الضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد درس اليوم سوف يتحدث عن كيفية إنشاء خلفية تكون عليها ساعة بصورتك ومتحركة بهذا الشكل الجميل الذي تشهده على الهاتف تستطيع كتابة اسمك وأيضا وضع صورة في خلفية ساعة وتقوم بوضعها خلفية لهاتفك بشكل خرافي كما تشاهد ما عليك مباشرة إلى دخول التطبيق الذي يكون أسفل هذا الفيديو تحمله وبعدها مباشرة يعطيك بعض الإعدادات التي تتحكم فيها مثلا لتغيير صورة تضغط على فوتو تختار صورة من الجالوري أو تلتقط صورة أو حتى تحذف الصورة من الساعة بعد اختيار صورة تستطيع التحكم فيها في وسط الساعة مباشرة كما تشاهد هكذا تستطيع تلاعب معها تكبيرها تصغيرها يعني تقليب الصورة نهائيا على ساعة عادي جدا بعدها مباشرة توجد بعض الإعدادات الأخرى التي سوف تتحكم فيها مثلا تريد أن تضيف أي كتبة سوف تكتبها هنا وتتحكم أيضا في حجم الكتبة وأيضا في خط الكتبة والشيء الجميل فيها باللون الذي تريد أن يكون مناسب معك في الأسفل تقوم بتحريك اللون هكذا فقط بعد الانتهاء من هذا التعديل إذن توجد تعديلات أخرى مثلا أردت أن تقوم بدخول إلى الإعدادات هذا التطبيق لتشاهد ماذا يوجد به تستطيع الضغط على زر الإعدادات تجد بعض التغيرات التي تستطيع أيضا التحكم فيها عادي جدا وبدون أي تعقيدات كلها بسيطة أيضا يوجد أمر آخر وهو تغيير في الخلفية التي تكون أو تضليلها عن طريق البلور يعني تقوم بوضع لها البلور هكذا تقوم بتطبيب الخلفية وظهور الساعة تكون بارزة بشكل أفضل أخي الغالي يوجد أيضا في الخيار الأول على يسارك الكلوك أو تغيير شكل الساعة بأشكال متغيرة تستطيع اختيار الشكل الذي يكون مناسب لك بعد الانتهاء من التعديلات كليا التي رأيت أنها سوف تكون مناسبة لك مباشرة تجد في الظرف الأعلى سات والبيبر تضغط عليها ليقوم بوضعها كخلفية على هاتفك كما تشاهد شيء الجميل أيضا فيه هذا التطبيق يعطيك كم بقية من إلى شهر رمضان الفاضل بالأيام ساعة والدقائق حتى بالثواني أخي الغالي كما تشاهد تضغط عليها تختار لتكون على شاشة الهاتف أو شاشة القفل الهاتف وهاتف مع بعض بعد الانتهاء سوف تأتيك بهذا الشكل الجميل الرائع الذي أردت أن نشاركه معكم اليوم أنا أتمنى الكثير من الأشخاص سوف يجربوه لأنه سوف ينال إعجابهم إن شاء الله هذا هو الشرح الذي أردت أن أشرحه معكم اليوم لو نال إعجابكم لا تنسوا ضغط على زر الإعجاب وكما أخبرتكم في هذه الحلقة لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسوا ضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد حتى الآن أنتهي من هذا الشرح سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة